اشتركوا في القناة وما يصاحبها من مناسبات وطنية كشف الوزير عن نسخة مميزة من المهرجان السنوي الذي سيشمل على مجموعة واسعة من الفعاليات التي تستهدف جميع الفئات العمرية حيث يقام لأول مرة أوبريت فني يحتفي بالتراث والثقافة البحرينية سيقام في إجازات نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية يشارك فيه نخبة من الفنانين الذين سيقدمون عروضا تفاعلية للجمهور أوضح سعادته أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركات لافتة من الجهات الحكومية والخاصة التي ستعرض من خلالها جوانب مختلفة من المورث الثقافي والحضاري لمملكة البحرين تفتح أبواب القرية أو تفتح أبواب القرية للجمهور يوميا من الساعة الرابع عصرا وحتى الساعة الهدية عشرة مساء مع تمديد الفعاليات حتى منتصف الليل خلال إجازات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية ترجمة نانسي قنقر